دكتور الجزائري دكتور سليم بوجر موح والذي بالفعل نال إشادة الصحافة العالمية نعم نال إشادة الصحافة العالمية وكان هناك حديث كثيرة عنه وأنه بالفعل ساهم بقوة في إيجاد لقاح الكورونا لشركة فايزر الأمريكية والتي أعلنت مؤخرا عن أن هذا اللقاح ناجح بنسبة 95% يعني هي في البداية قالت أنه ناجح بنسبة 90% في مقاومة الكورونا ثم بعد ذلك عدلت من النتائج ورفعتها وتحدثت عن 95% من النتائج وتجارب التي تم بالفعل إجراءها على العديد من الأشخاص من 41 دولة حول العالم خلونا نشوف سي في دكتور سليم بو قرموح وهو العالم العربي اللي كان ضمن طاقم شركة فايزر العالمية دكتور قال أنه العلم سيفوز أنا فخور للغاية ومحصوص جدا لكوني جزءا من الفريق الذي يقود هذه التجارب السريرية طبعا في بداية مسيرته عمل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة الجزائرية الجزائر هو ابن الجزائر وكتير النهاردة من المواقع تكلمت عنه CNN BBC كل المواقع تقريبا احتفت بالأطباء العاملين في شركة فايزر واللي توصلوا لهذا اللقاح واللي الشركة بتقولي أنه بإذن الله في شهر ديسمبر هيبدأ إطلاق دفعة من هذا اللقاح دكتور سليم في عام 1996 تخرج من جامعة الجزائر تخصص الطب في 2001 حصل على الدكتوراه في الدراسات الطبية في علم الأحياء الدقيقة الطبية والجراسيم في عام 2003 حصل على شهادة التدريب في مجال علم الأحياء الدقيقة في عام 2007 التحق بالمجلس الطبي بكندا لتقييم الامتحانات زي ما حضرتكم شايفين ما شاء الله مؤهلات علمية كبيرة جدا ورائعة في عام 2010 حصل على درجة الدكتوراه المرموقة من المعهد الكندي لأبحاث الصحية بجامعة مونتريال في عام 2012 عمل مساعدا في مركز أبحاث تابع للجامعة التكنولوجية بالسنغافورة في عام 2015 حاز على شهادات دولية من جامعة هارفرد كما عمل كعالم بحث في جامعة مونتريال في عام 2017 عين في منصب مدير مساعد للبحث وتطوير اللقاحات بمخابر فايزر الدولية وهو أحد الفريق الطبي اللي توصله بصدل الله للقاح متعلق بالكورونا خاصة وإنه كان هناك صراعات كبيرة ما بين الدول من أجل الحصول على هذا اللقاح وشفنا إنه ترامب بيصرح وأنجيلا ميركل صرحت وبوتين بيتكلم حوالين إنه كله كان بيأمل في إنه بلاده هي اللي تتوصل لهذا اللقاح فبلا شك إنه الأمة العربية والإسلامية تفخر بإنه يكون الدكتور سليم بو قرموح أو كما يقول الجزائريون بو جرموح هو أحد ضمن الطاقم الطبي اللي توصل للقاح في الكورونا من شركة فايزر